مرحبا بكم إلى موجز لأهم الأنباء دعى مجلس الأمن الدولي الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي إلى تكثيف المفاوضات والتحلي بالمرونة للاتفاق على هدنة موسعة تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار مطالبا الطرفين بتجنب وضع الشروط المجلس عبر في بيان أصدره بالإجماع عن قلقه إذا عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز داعيا الحوثيين إلى التعامل بمرونة في المفاوضات وفتح طرق تعز الرئيسية على الفور مشتيرا إلى أن هذه الخروقات تهدد بعرقلة الهدنة كما أدانا هجمات الحوثيين الأخيرة في تعز معبرا عن قلقه من حالة عدم الاستقرار الأخيرة في المحافظات الجنوبية إلى ذلك بحث وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ المستجدات والجهود المتعلقة بالهدنة في اليمن وقالت الخارجية العمانية إن المباحثات أكدت أهمية العمل المشترك على تعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف ويوم الجمعة بدأ الوسيط الأمريكي جولة مباحثات شملت الإمارات والسعودية وسلطنة عمان في إطار الجهود تمديد الهدنة وتوسيعها والتي تنتهي مطلع شهر أكتوبر المقبل قالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها الخاص إلى اليمن تيم لندر كينغ اتفق مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور جرقاش على ضرورة التهديئة في المحافظة الجنوبية ودعم جهود مجلس القيادة لتخفيف معاناة اليمنيين ودعا لندر كينغ خلال لقائه جرقاش في العاصمة الإماراتية أبضابي إلى الاستمرار في دعم تمديد وتوسيع نطاق الهدنة الأممية وكانت قوات المجلس الانتقالي المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي سيطرت على شبوة عاقب هاجمات بالطائرات المسيرة على القوات الحكومية تلاها دفع الانتقالي بقواته إلى مناطق سيطرة الحكومة في أبيان في غضون ذلك حذر التجمع اليمني للإصلاح مما أسماه القفز على مبدأ التوافق داخل المجلس الرئاسي مؤكدا أن ذلك سيقود البلد إلى المجهول وقال رئيس الإصلاح محمد اليدومي في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية والثلاثين لتأسيس الحزب قال إن مجلس القيادة يتحمل العبء في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في توحيد الجهود الوطنية لدمج التشكيلات المسلحة بهدف إنهاء الانقلاب الحوثي اليدومي طالب بسرعة محاسبة وإيقالة المتورطين في إشعار ما وصفها بفتيل الفتنة وتأجيجها في شبوة مشددا على ضرورة معالجة تداعياتها وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها كشف المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي عن ترتيبات واستعدادات لتشكيل قوات جديدة تحت مسمى دفاع حضرموت تتكون من 25 ألف جندي وأوضح انتقالي حضرموت ولجنة مخرجات لقاء حضرموت الموالية له أن هذه الخطوة تأتي استعدادا لاستلام وتأمين مختلف مناطق الوادي والصحراء تأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار تصعيد الانتقال بوادي حضرموت في إطار تحركاته لتحقيق هدفه في طرد قوات المنطقة العسكرية الأولى انتهى الموجز شكرا لكم وإلى اللقاء